أهلا بحضراتكم الجديد وطبعا محتاجين نتطمن على البعثة وأخبار البعثة في النيجر بكرا إن شاء الله أولى المباريات في البطولة الإفريقية حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي لذلك أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز فاروق صلاح مرسل قناة النادي الأهلي عشان نتطمن منه على الاستعدادات وأخبار الفريق قبل مباراة الغد فاروق مساء الخير مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد وكل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طيب اتكلمنا على درجة الحرارة وكان الله فعونك طبعا والبعثة بالكامل درجة حرارة عالية أنتوا موجودين في بلد على خط الاستواف الرطوبة والحرارة بتبقى عالية جدا وإن شاء الله بكرا المباراة يعني يكون الجو أفضل من النهاردة لكن عايزة أتكلم معاك على المسحة المسحة البي سي آر البعثة أجرتها بالأمس والمفروض النتيجة الرسمية تكون النهاردة فيه جديد بالنسبة لهذا الأمر اللجنة الطبية أو مسؤول الاتحاد في الناجر بلغوكم بالنتائج ولا لسه يعني بالنسبة للمسحة محمد بالفعل زي يعني زي ما أنت قلت أن تم إجراء المسحة بالأمس النهاردة في الاجتماع الفني الخاص باللقاء في حضور المنصق العاملة لللقاء النانجيري بوبا جانا علي والمراقبة الطبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأيضا وجود طاقم التحكيم بالكامل وكان موجود من جانب النادي الآلي الكابتن سيد عبدالحفيز والدكتور عمرو محب والكابتن وايل محمد وأيضا كم موجود محمد بشار المدير الفني لنادي سنودي ببعض إدارية الفريق تم حديث عن هذا الأمر وتم إبلاغ النادي الآلي أن نتائج المسحة الخاصة بفريق النادي الآلي هيتم إعلانها عنها وتسلمها الفريق النادي الآلي اليوم يعني إن شاء الله عقب المران الأخير للنادي الآلي ده كان آخر أمر أو كل ده ده الأمر المستجد أو الآخر المستجدات هذا الأمر الخاص بالمسحة هيتم إبلاغ لعب النادي الآلي أو المسؤول النادي الآلي يعني خلال ساعة أو ساعة ونصف من الآن ده كان الكلام اللي قاله المنصق العام طبقاً لحديثه مع المراقب الطبي ويعايز أقربك أكتر من الاجتماع الفني شهد الكثير طبعاً من الأمور تمت من خلاله تحديد الزي الرسمي للنادل آلي زي ما قلنا بالأمس إن النادل آلي هيرتدي الزي التقليدي الرداء الأحمر في الأبيض في الأحمر وده الزي التقليدي للنادل آلي بينما فريق سنودي هيرتدي الزي الأزرق في الأزرق في الأبيض ما فيش طبعاً تعارض ما بين ألوان الكلة الفريقين بالنسبة لحارس مرمى النادل آلي هيكون الرداء باللون الأصفر بينما حارس فريق سنودي هيرتدي الزي الرمادي أعيز أقولك إن كان فيه تجديد أيضاً من مراقب المباراة والحكام لبعض الأمور يا محمد لون الجوانتي والقفاز اللي هيرتدي حارس مرمى النادل آلي وحارس مرمى سنودي يعني أقولك أيضاً نقطة مهمة جداً محمد كان بيسأل على لون التيب يعني أنت عارف التيب اللي بتلزق للصابات اللاعبين العضلية كان حاكم اللقاء طبقاً بقول يعني الأمور أو تعليمات الاتحاد الأفريقي بيسأل على لون التيب اللي هستخدمه فريق النادل آلي أو هستخدمه فريق سنودي أيضاً طبعاً لون القمصان ولون التشارتات عقب نهاية الاجتماع الفني كان لها حديث مع الكابتن محمد بشار الغاني صاحب الجنسية الغانية محمد بشار للحديث عن اللقاء وستعداده للقاء وقال إنه هو حلم كان بيحلم به زياناً زياناً اللقاء يا فاروق منذ اللحظات وبصراحة كان كلام مميز جداً والرجل كان سعيد بمواجهة الأهلي طبقاً طبعاً لتصرحاته الحوار الحصر اللي أجريته معاه منذ قليل طيب عايز أسألك على الحضور الجماهيري طبعاً الاتحاد الإفريقي منح السلطات الخاصة لكل دولة هي تحدد حضور الجماهير آه أو لا؟ مباراة بكرة حسب طبعاً وباء فيروس كورونا في النيجر ممكن يكون فيه نسبة حضور جماهيري أو المباراة بدون جمهور؟ المباراة بدون جمهور يا محمد يعني الكامل الأعداد الموجودة في الملعب لا تتجاوز يعني ما بين 100 إلى 150 فرد من نادي سنوديب ومسؤولي باسة النادي الأهلي وبعض أفراد الجالية المصرية أو العربية اللي هتورافق فريق النادي الأهلي رئيس النادي كان قال لي بالأمس كان بيتمنى أن اللقاء يكون بحضور جماهيري إن الجميع دايماً بينتظر حضور النادي الأهلي قال لي يعني لو كان المباراة بحضور جماهيري قال لي كان من المتوقع انتلاء 35 ألف متفرج بمدرجات استاد سيني كونيشي لأن هذا كان حلم كبير جداً ليهم أنهم يواجهوا النادي الأهلي أكيد فاروق صلاح مرسل قرارات النادي الأهلي بشكرك شكراً جزيلاً على كل زي المعلومات والإضافات